استجابت وزارة العدل لإنشاء مبنى جديد لسجن السماو المركزي بعد دعوات ومطالبات بنقله من الأحياء السكنية خاصة وأن سكان الأحياء القريبة من السجن يعانون من نقص الخدمات بسبب وجود هذا السجن بالقرب منهم تفاصيل أكثر مع حسين الخزعلي بعد نداءات استغاثة شعبية وحكومية لنقل سجن السماو المركزي الذي يقع وسط حي سكني في محافظة المثنى زار وزير العدل المحافظة وأعلن عن إجراءات لدعم الدوائر العدلية في المحافظة وإدراج بناء سجن جديد ضمن موازنة عام 2024 بعد تهيئة الأرض المناسبة من قبل الحكومة المحلية مشكور محافظة المثنى وسيد المحافظ هناك تخصيص لقطعة أرض لبناء سجن السماو المركزي وكل إجراءات التخصيص مكتملة وتشييد السجن الآن قيد التصميم وقيد استكمال الدراسات الفحص التربة وإن شاء الله سيدراج ضمن موازنة 2024 وستكون على موازنة وزارة العدل حكومة المثنى المحلية من جانبها أشارت أنها استحصلت أيضا موافقة وزير العدل على استحداث ملاحظة الجيل العقاري في قضاء الوركة كمرحلة أولى إضافة إلى استحداث ملاحظيات في بقية أقضية ونواح المحافظة فتح دائرة تنفيذ في الوركة أيضا معاني الوزير طلب من عنده مباشرة قال موافق لفتح دائرة تنفيذ باعتبارها تتماشى مع القانون في الوركة أيضا لذلك الوركة ستكون أمام ملاحظية وأمام دائرة تنفيذ موجودة بناء ثلاثة دوائر عدلية مجمعات عدلية واحدة يعني كون عجلة بناءها تكتمل في مركز المدينة في السماوة والذهاب إلى مجمع عدلي في الخضر ومجمع عدلي في الروميث يذكر أن الطاقة الاستيعابية للسجن ووجوده قرب كلية الطب والأحياء السكنية تتسبب بمشاكل عديدة أبرزها ضعف الخدمات التي تصل إلى المواطنين الذين يسكنون بالقرب من سجن السماوة المركزي من المثنى حسين القزعلي قناة رجز الفضائية اشتركوا في القناة